أهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديدة ولسه المخرج الكبير الأستاذ عمر عبدالعزيز في ضيافتنا في مصر جديدة أستاذ عمر كنت بسأل قبل الفاصل يعني أنتوا عائلة فنية مهمة جدا يعني في المشهد الفني المصري لما نتكلم عن كريم عبدالعزيز نجم كبير محبوب جدا من مختلف الأعمار يعني الأطفال بيحبوه الشباب بيحبوه الكبار بيحترموا جدا وبيحبوه وبنبص الأعمال وبنستناها يعني والحية هو ذكي جدا في اختياره الأعماله متواجد بذكاء مش كتير ولا قليل بيعرف يظهر امتى ويختفي امتى ولكن الشيء الغريب والمصير للدهشة أنه محمد عبدالعزيز المخرج الكبير جدا العظيم الأب أبو كريم عبدالعزيز ما أخرجش الكريم عبدالعزيز العم اللي هو حضرتك عمر عبدالعزيز ما أخرجش الكريم عبدالعزيز ابن العم مخرج كبير برضو محمد ياسين مخرج كمان بيخرج في السينما وفي التلفزيون وسن قريب من سن كريم برضو ما أخرجش الكريم عبدالعزيز ليه؟ آه هي فعلا غريبة؟ إحنا فينا ميزة أننا الحمد لله أعلى مدربطة جدا ولكن عمر ما حد فينا بيتدخل في شغل الآخر يعني خالص يعني ما يشوفوش فيلمي غير بعد ما يخلص وهكذا كريم مرحلة نضوجه أو انتشاره كبير كان محمد عبدالعزيز وعمر عبدالعزيز يعني فأنا شايف الأمل أنه اشتعل معه يعني من أحلام أنه اشتعل مع محمد ياسين وأعتقد هيعمله شغل كويس قوي فعلا؟ أعتقد إن شاء الله إن شاء الله هي مشكلة كريم دلوقتي أنه البرنامج بتاعه بيبقى مليان طول السنة يعني هعمل مسلسل هعمل فيلم كم إعلان أيها ممكن المسلسل أو الفيلم يبقى معاكو ما هو دي شركات الإنتاج بقى أنا بقولك أتمنى أشوف عمل محمد ياسين بس تريد نجم كبير ويقدر يفرد رأيه برضو يقول أنا شايف كم لا لا إحنا ما بنفردش رأيه خالص لأنه كريم التربى صح مالوش دعوة يعني مثلا عدل إمام ورامي إمام آه طبعا ربنا وفيه تعاون كويس جدا بين يحيا الفخراني وابنه شادي شادي طبعا بقول لحضرك أتمنى أشوف حاجة قريب لمحمد ياسين مع كريم إن شاء الله لكن عمر عبد العزيز لأ صعب صعب يعني أنا ابتدت بقى في السن اللي أشتعل مع جيلي أنا أفكار يعني أنت لو هتخرج دلوقتي فيلم مين هيبقى البطل بتاعك أنا نفسي أعمل حاجة لمجد الكدواني أنا شايفه موثل كويس يعني موثل وسلصال تقدر تطلعي في أي سن يعني ممكن أطلعه 35-47 سنة ممكن 55 فأنا يعني عندي موضوعين ثلاثة شغال عليهم بفكر في مجد نفسي شغال معه بجد جميل مجد الكدواني يعني فيه ولد اسمه مصطفى خاطر طبعا أنا بحبه جدا وأنا أحب الكوميديان مش اللي عامل كده الكوميديان اللي شكله مقبول جان أنه يبقى جان بس في نفس الوقت بيقدر يضحك زي محمود عبدالعزيز وكريم وكريم وزي صلاح ظلفقار زي رجي أبازع يعني فيه اللي شكله مقبول مش لازم الكوميديان يبقى معموعة يعني متقطع قبل مبعد عن كريم شفت بيت الروبي لسه لسه عشان تهرب ما أقولكش رأيك إيه فيه لا سامح كلام كويس لا لا أنا فيه الفيلم اللي قلت له مش حبه الفيلم إيه البعض لا يذهب البعض لا يذهب للمأزوم مرتين آه ما حبتوش أول لا فإحنا ما بيش الكويس بيفرد نفسه مش هعمل فيلم نص ونص أقول ده عظيم لك بس اللي سامه عروبي كويس والناس عيد جدا بنجاحه مع كريم محمود عبدالعزيزز الكريمان كريم التاني ابن محمود ده ده اكتشافي وابني وبتاع وأنا اللي قدمته ففرحان جدا وأنا عارف إمكانياته التمثيلية كريم محمود عبدالعزيز بموصل كويس قوي قوي لسه أما يعني ينضج أكتر حيبقى معكم تمال يقول لي محمود كريم أحسن منك في سنك يقول لي وانت فاكر ده حيزعني يعني بيقولوا الاتنين عاملين أنا أعرفش حضرتك شفت الفيلم لا لسه ما شفتوش فاللي سامعوا كلام كويس قوي بصلني اشتركوا في القناة